لم يكتفي المحتل التركي وفصائله الإرهابية من خطف واختصاب وسرقة ونهب ممتلكات السكان الذين هجرتهم من مناطقهم بل تعدى الأمر إلى بناء مجمعات استطانية بمشاركة جمعيات إخوانية تتخذ من المدن التركية مركزا لها وكل ذلك تحت مسميات إنسانية ما تسمى بجمعية الأياد البيضاء التابعة لحركة الإخوان المسلمين في تركيا وتحت مسمى مشروع نور الهدى تعمل على بناء المساجد في القرى الإيزيدية بمنطقة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي وذلك بدعم وتمويل من دولتي قطر والكويت إلى ذلك نشرت منظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا عبر موقعها الرسمي أعمال تشهيد قرية استطانية جديدة في منطقة حراجية على الطريق ما بين قريتي كوباليي وخالتة من حية شيراوة والتي تعتبر الرابعة من نوعها لتوطين عوائل الفصائل الإرهابية تابعة للاحتلال التركي يذكر إن مرتزقة الاحتلال التركي والجمعيات الأخوانية بدأت بفتح باب التسجيل على امتلاك الشقق السكنية في العاشر من شهر حزيران الجاري وفي العام المنصر أقدم الاحتلال التركي والجمعيات التابعة له على بناء قرية باسم الشامية نسبة لفصائل الجبهة الشامية الإرهابية لتوطين عوائلهم فيها وذلك على السفوح جبل ليلون بناحية شيراوة بالإضافة لبناء مجمعا استطانيا في محيط قرية خالتة باسم كويت الرحمة بدعم وتمويل من قبل دولة الكويت